هنا في العراق وسائل التواصل الاجتماعي خرجت عن السيطرة وتلقى اهتماما شعبيا كبيرا لدرجة تغيير الواقع والأخذ بأخبارها حتى وأن كانت مزيفة قبل فترة استيقظ العراقيون على منشورات تظهر وجود عمليات عسكرية أمريكية داخل العراق لشدة تداولها ظن البعض إن ساعة السفر قريبة بينما الأساس كانت عملية استبدال قوات لا أكثر تضيل الرأي العام اسلوب انتهجته بعض السياسات من أجل فرض سطوتها تظهر بعض الأصوات النشاز حقيقة من أجل أن تشوش على الواقع وتجعل من بعض الأكاذيب حقائق ممكن أن تضلل الشارع العراقي الفترة الأخيرة كانت هناك عملية استبدال أو تبديل القوات المتواجدة في العراق الأمريكية وهذا سياق طبيعي يعني روتيني حكومة العراقية والجهاد الأمنية سارعت إلى نفي هذه الحالة وأيضا أعطت صور حقيقية الواقع الأمني مستقر جدا أحداث كاركوك الأخيرة شهدت أيضا عمليات ترويج مشابهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جيوش ألكترونية كانت تدفع باتجاه خلق فتنة واغتتان طائفي في كاركوك لكن هذه المحاولات أجهضت بعد تدخل حكومي أوضح الواقع للرأي العام ببيانات صحفية رسمية واعتمدت في الصفحات الألكترونية الرسمية كاركوك ما كانت داخل انتخابات من 2005 لحدثة لكن حاليا الانتخابات الجاية كاركوك راح تشارك فلو كان ما يروج له صحيح ما كان قدرنا أنه نعمل الانتخابات أو نحقق الانتخابات في كاركوك فالوضع إن شاء الله آمن أو مو بالهول اللي داي يروج به وسائل الإعلام والتواصل ولعله أكوفة جهات أخرى مستفيدة كأن تكون جهات خارجية أمريكية أو جهات تابعة لحزب البعث ممكن أنه يتأجج هذه المواقف باعتبار أنه أكوفة ضربة لإقتصادها أو تهديد على اقتصادها من الجانب الصيني ومن الجانب الاقتصادي في العراق بات من الواضح وجود جهات مخفية تعمل من أجل استفادة شخصية من خلال تحريك الرأي العام اتجاه أحداث سلبية مختلفة الغاية منها تأجيج وتحشيد الرأي العام وخلق أزمات سياسية من وغداد هبة ميمي هنا القاهرة عاصمة الخبر